استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد طيب وزير خارجية نيجر بكاريا وسنجاري وذلك بمشيخة الأزهر الشريف لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي ودعوة الإسلامية بين الأزهر ونيجر ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف السلام والتسامح في الدولي الإفريقية وأكد فضيلة الإمام الأكبر لاعتزز بالروابط العلمية والثقافية والتاريخية مع دولة نيجر والتي لعب الطلاب الوافدون منها دورا محوريا في تعزيزها وتقدمها مشيرا إلى أن الأزهر يسعد باستقبال 320 طالبا وافدا من نيجر للدراسة في مختلف المرحل التعليمية ويخصص الأزهر 17 منحة دراسية سنويا لأبناء المسلمين في نيجر اشتركوا في القناة